المهم ان انا فجئت بالدكتور كريمة له كل الاحترام والتقدير بيقول على الزوجة وده اغرب فاتوة انا سمعتها في تاريخ الهند مش في تاريخ المصر في الهند على الزوجة اعانت زوجها على الزواج باخرى بدلا من ارتكابه الفاحش اه والله العظيم البسط عندك اه والله العظيم حاجة ده اللي تقال وهو ما نههوش يعني ما نفهوش على الزوجة اعانت زوجها على الزواج باخرى بدلا من ارتكابه الفاحش بداياتا علشان بس اخلص الكلمتين دول اللي حيتقاله حاجتين اتنين حشوفهم على السوشيال ميديا او الفريق بتاعه يبلغني بيه الفريق الاولاني من الناس يقولك اول مرة تقول حاجة صح ماشي عم اول مرة بس اسمع الكلام اول مرة اسمع لك اوكي شكرا شكرا الله وساعيك اول مرة الناس اللي ها جمعت اول مرة علامات قطيع ما هي انا عمالة اديكو رموز القطيع ايه السابولز بتاعهم يعني والفريق التاني هيقولك تنصحك بينك وبينه الله ارفع سمعت التليفون وقل وفش محشعة يا استاذ بيني وبينه لو قال الفتوى بيني وبينه عشان اعلمك بس تبقى فهم انت بتقول ايه انما لو قالها على الملأ او على السوشيال ميديا اعلن الرأي اسمه اعلان رأي ما بقاش الرأي ملكه دلوقتي الرأي ده بقى ملكنا اللي ملكه هو هو شخصه له كل الاحترام والتقدير انما احنا بنتكلم على المحتوى اللي ما ينفعش نقول بيني وبينه الامر التاني اول مرة اقول حاجة صح خلاص اول مرة دي اول مرة اسمحها زي ما تسمحها فوتنا عليكم الفرصة تمام وقال بقى حاجة عجيبة جدا قال مشيرا الى ان استئذان الزوجة الاولى والبسط موجود وما يعني الى ان استئذان الزوجة الاولى بالزواج الثاني سواء اكان مقيما او مسافرا استئذان الزوجة الاولى بالزواج الثاني سواء اكان مقيما او مسافرا لم يرد به نص في الشريعة الاسلامية استئذان الزوجة الأولى لم يرد به نص منطبع لم يرد به نص بالاستئذان إنما ورد نص بالإعلام يا مولانا الشيخ الإعلام غير الاستئذان الإعلام تقول لها وهي صاحبة القرار ربنا بيقول في كتابه العزيز ولهن أيوة مثل الذي أيوة عليهن أيوة بالمعروف يعني وللرجال عليهن درجة يعني حضرتك ولما تعرف القرآن إن مراتك لها زي ليك في المعلومة مش في الريادة الريادة والقيادة والرجال عليهن درجة شوف القرآن ما سمش حاجة زي يبقى لازم مراتك تعرف يعني أنت مش يهمك إنك تبقى عارف إن مراتك بتكلم مين ورحت المين وعلى علاقة بمين الله وبتتعامل مع مين برضو مراتك يهمها نفس الشيء مش معنى أنت حضرتك الله في الحقوق هو الإسلام نزل للرجال فقط ولا إلى ربات البيوت الإسلام نزل للإتنين نكمل المعلومة اللي قالها الدكتور كريمة مشكورا بيقول وقد يكون عدم علمها شوف بقى تخيل أنا بقى زعلان منك قوي 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 يا دكتور كريمة أنا زعلان منك قوي آه بجد يعني الحكاية أفل إنت تطلع دايما تقول إيه الإسلام ما إحنا مش حنروح بقى عشان مجلس الهوانم ومش حنروح والغرب والأمريكان الكلمتين بتوعك اللي معلش يعني اللي بيتقاله في كل حلقة يروح المزيع متلبش أو المزيع تتلبش حاولت تعملها معايا في المناظرة قلتلي يعني لو الدولة تمحت بالخامرة أسمح لها قلتليها طبعا تسمح أنت تقدر تقول لا عندك مجلس شعب ارفع قضية إنما أنت حتعمل فيها طرزان وعرايح تعمل فيها سوبرمان وعاوز حتلو دراع الدولة تخيل حضرتك كان الله له بنفس المكيال اللي بيقولوله طب ما هو شيخ الأزهر قال إنه التعدد مشروط ولا يجوز بشكل مطلق زي ما حضرتك قلت رحيل إيه أنا ما قدرش أرد على شيخ الأزهر وما لقد تقدر ترد على الرئيس الدولة وعلى الحكومة ده أنت يا راجل بيقول كده صراحة بهذا النص أنا حقوله عشان تبقوا عارفين بيقول إيه والله العظيم عشان أكون أنا راجل غلبان ولا يمكنني التعليق على شيخ الأزهر أديك قلت أنت راجل غلبان عاوز تمنع الدولة من اتخاذ قرار وإنت عارف أن فيه غير مسلمين مش مطالب أن يحلل ما حللت ويحرم ما حرمت بينك وبينه عقد المواطنة له الحق أنه هو يشرب اللي شربه ويأكله اللي يأكله طب أنت ما تكلش الخنزير غير المسلمين بيأكلوا الخنزير حتهيك بقى وقول لأ أنا أمنع لأ تقدر ما تقدرش تمنع حضرتك أنت عوضوا في وطن ما أنتش عوضوا في التنظيم منظمة إيه الإسلامي الكلام ده الكلام ده يا جماعة فرقوا ما بين انتماءك لتنظيم وانتماءك لدولة معلش أنا آسف يعني كلام تقيل بس كلام تقيل ما بيطلعش إلا للحبايب فبيقول إيه وقد يكون عدم علمها فيه مصلحة للأسرة أنهي مصلحة ديها دكتور كريمة اللي حتكون فيها علاقة واحد بيلبس النظارة الصودة وبينسك الجرنان ويرفع عيائة البلطة وينزل لمراته لا أصلاح عندي اجتماع يا نوال أنهي مصلحة الأسرة لما ولادك ولاد واحد يعني أولي واحد لما ولاده يكتشفه أنه نازلوا عندي واحدة ساعة اثنين بالليل حيتهموا أبوهم في عرضه ولا لا هي دي المصلحة ولما تضيع المواريس هي دي المصلحة ولما يكتشفوا أن الإخوات بيخطوبوا بعض الواد زي الأفلام الهندي كده راح يتجوز واحدة لقاها أخته يوم الدخلة فطبعا بسبب إيه بسبب أني بابا كان مخبع على طانت هو دا دين أنتو بتكلموا جد هي دي بجد يا جماعة أنتو فعلا كرامة المرأة دي شغلاكو ولا أنتو ده ده كرامة المرأة من كرامة الأسرة كلها يعني حضرتك يعني ممكن الرجل يتهزأ الأسرة ما تهزيتش الإبني يتهزأ الأسرة ما تهزيتش إنما الأمة تتهزأ ده كرامة الأسرة كلها ده إحنا بني ده إحنا أولاد البلد بيتشتم بابوه ما بيحوقش فيه إنما يتشتم بأمه ممكن يولح في المنطقة تاما زي ما بيقولوا كده عندنا في الحتة عارف يعني إيه ده إحنا عندنا تحلفني بابويا يبقى بتستعطفني إنما تحلفني بأمي يبقى بتهددني لو قلت الواحد وحيات والدك يبقى أنت بتستعطفه إنما لو قلت وحيات أمك دي معناها إيه أنا فاهمها لك إزاي الكلام ده كلام يقولك قد يكون عدم علمها فيه مصلحة للأسرة أنهي مصلحة دي وأنهي دين ده أصلا